مع زكي حسنين كلمتين مع زكي حسنين عندي صديق ما شاء الله ينتمي لوحدة من العوايل المعروفة والمرموقة في البلد اتعرفت عليه بطريقة طريفة ونمط العلاقة بيننا وبينه بشكل غير متوقع وصرنا نلتقي كل فترة نشرب لنا كوب قهوة او نطلع نتعشها وصار بيننا عيش وملح بعد العشرة والمخالطة بدأت اكتشف اكتشاف غريب جدا في هذا الشخص انه على الرغم من انه نمط حياته المترف جدا اللي عايش فيه وعلى الرغم من توفر كل الامور المادية اللي يبغاها الا انه سعادته بنمط حياته الحالي كان اقل بكثير مما كنت اتوقع هذا الشيء خلاني اتعجب وهذا التعجب خلاني ابحث عن اثر المال في سعادة الانسان واقدر اقول لكم اني وصلت لشيء غريب ومفاجئ اثبتته الدراسات وحلخص لكم في كلمتين بعد توفير الانسان لاحتياجاته الاساسية من المأكل والمشرب والملبس وبعض الرفاهية البسيطة يصير اثر المال في السعادة ضئيل جدا معلومة ممكن تخلينا نرجع بنفسنا في قناعة حول الفلوس وممكن تخلينا نحرص على اسعاد اخواننا الغلابة والفقرة لان توفير الاحتياجات الاساسية لهم حيسعدهم بشكل ما يمكن يتصوروا وفي امان الله كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين